الآن بسم الآب والإبن والروح الكدس الإله الواحد أمين أهلا بكم وحلقة من برنامج ساعة على الهوى النهاردة الحقيقة حابة بتكلم معكم في موضوع اسمه صانع السلام صانع السلام مش المقصود بكلامنا هو ربنا رب المجد يسوع المسيح لكن مقصود أني أنا أكون صالع سلام وإنت تكون صانع سلام إحنا عارفين أن كلمة السلام دي كلمة كبيرة قوي عندنا في الكنيسة في العبادة وفي الأدسات وفي التسبح ويمكن بقورو انت تي هريني موينان انت تي هريني لحنا بنقوله في الكنيسة يعني ليل ونهار يا ملك السلام أعطينا سلامك قر لنا سلامك وخف لنا خطينا في الأدس بنقوله في التسبحة بنقوله في الأفرح بنقوله في أسبوع الألم بنقوله وفي اليوم يمكن عشر مرات ولا حاجة في البسخات الصباحية والبسخات المسائية في كل حاجة نقعد نقول يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك واخفل لنا خطايا والمقصود بالعايزين نتكلم فيه النهاردة هو ان ازاي ان كل واحد فينا يبقى صانع سلام وهل دي حاجة مهمة ولا حاجة مش مهمة ويا ترى ايه المعوقات وهل دي محتاجة حرفة ومحتاجة طريقة نعرفها انما المهم ان احنا بعد الحلقة النهاردة يكون الموضوع دا دايما في بالنا ازاي اكون صانع سلام ايه اهمية ان انا اكون صانع سلام الحقيقة احنا كلنا عايشين في الدنيا دي سفراء للمسيح وابوليس يقولها لنا كده صراحة يعني كسفراء اذ نسع عنه كسفراء كأن الله يعزو بنا يعني لما ربنا يحب يوصل كلمته للعالم كله هيوصلها المين غير من خلال ولاده وولاده دي مش مقصود بيها بس اذا كان ابونا البترك او الاباءنا الاسقفة او الكهنة او الخدام او الشمامس اننا مقصود كل واحد فينا كل واحد في مجانه كل واحد في بيته كل واحد في عمله كل واحد في دراسته كل واحد في وسط جرانه كل واحد في الشرع اللي هو ماشي فيه هو سفير للمسيح ربنا بيوعز من خلالنا كأن الله يعزو بنا فاذا من ضمن الحاجات اللي ربنا مستنيها من كل واحد فينا ان هو هيكون صانع سلام وده شيء مهم جدا لان تخيلوا كده لو احنا لسنا صناع سلام ومن ناحية تانية الانجيل بيقولنا انتم ملح لارض وانتم نور للعالم لو كل واحد فينا مش صانع سلام هيبقى ده محل من حلين يا اما يكون انسان سلبي يعني قاعد ساكت يا اما يكون انسان صانع شر او صانع خصام وفكرة هنا السلبية الحقيقة اللي هو الواحد اللي في حاله هو انت في بعض الاحياني اما هتكون صانع سلام اما هتكون صانع خصام او صانع شر والكتاب المقدس يسمي صانع الشر او صانع الخصام مهيج الخصومات مهيج الخصومات فانت دايما عندك حل من حلين لو انت وانت قاعد في موقف قدامك اما ان انت تكون صانع سلام بتطلع منك سلام اللي حواليك او تكون انت ملكش دعوة بيهم سيبهم يتخنقوا سيب اللي يغلط يغلط سيب اللي جاي معاك ده انت تهيج الخصومات على اللي حواليك او مع نفسك او تكون صانع سلام فلو انت بتختار حاجة من حاجتين انا رأيي حسب الانجيل ما بيقولك خليك صانع سلام لان انت لو انت مش صانع سلام ايه اللي بيحصل حوالينا نتيجة ان احنا مش صناع سلام اللي بيحصل ان الناس بتبتدي تبعد عن دايرتك الانسان كثير الخصومات او الانسان اللي مش عارف يصنع سلام مع نفسه او مع اللي حواليه لازم هنلاقي الناس بتبعد عنه هنلاقي دايرت تعاملاته بتقل حتى على فكرة لو كان انت بتعتمد على مركزك او على سلطتك ان الناس لازم تيجي تتكلم معاك لكن الناس مش هتحب تتكلم معاك لاني عارف ان انت انسان بتاع مشاكل يقولك ايه يا عم ده انسان غلاط يقولك يا عم ده انسان انا اسف التعبير يعني بيتخانق مع دبان وشه دا انسان بيتلكك على كل حاجة غير الانسان صانع السلام انسان صانع السلام الناس تحب تتكلم معاه تحب تروح له تحب تاخد رأيه ماهماهاش لو دخلت معاه في اختلاف او دخلت معاه في مشكلة لانه عارف ان هو اسلوبه هادي اسلوبه متواضع اسلوبه لطيف وحنين وهياخد ودي في الكلام اما مهيج الخصومات او اللي هو مش صانع سلام تلاقي الناس بتعبعد عنه تلاقي الناس مش عايزة تتكلم معاه تلاقي الناس بتتجنبه حتى لو هي مضطرية تتعامل معاه هتتعامل معاه بالطرار كده بغزب وهي مهمة دايقة ويخرج كده لو خرج منهش مش هيقولك يا عم النهارده اليوم عد على خير خصوصا الكلام ده حتى جوه بيوتنا ساعات الانسان صانع السلام جوه بيته يعرف بالحكمة ويعرف بالمحبة وبالرقفة يمشي اموره يعرف يتعامل مع الناس بسلام فاذا الموضوع انك تكون صانع سلام ده موضوع مهم جدا لانك واحد رسول سلام المفروض كسفيل للمسيح اتنين الناس هتحب تتعامل معاك والناس هتحب تاخد وتدي معاك الناس هتصق فيك بزيادة وتاخد منك الكلام لانك صانع صانع سلام في اهمية اخرى كمان انك تكون صانع سلام الانسان صانع السلام الحقيقة ربنا يدي له بركة ودي اهمية مش قليلة لانه هو بيتشبه بيه ولانه هو كمان اكيد عشان يكون صانع سلام اكيد هو فيه سلام مع الله وفيه سلام مع نفسه اولا وبالتالي عارف يوزع السلام ده ويفيد سلام المسيح على الناس اللي حواليه فمن دمن اهميات انك تكون صانع سلام انك بتكون دايما مع ربنا فيه اتصال ما بينك وما بين ربنا محتاج طاقة ايجابية محتاج كلمة حكمة محتاج تدبير محتاج انك طول بال واحتمال زي ما هنشوف كمان شوي كل الكلام دوت انت هتاخده من المسيح فاذا من اهمية انك تكون انسان صانع سلام ان هتلاقي ربنا كده معاك في وسط كلامك معاك في فكرك بيبارك في مجهودك بيبارك في الطاقة بتاعتك ليه لانك همك انك تكون صانع سلام اذا اهمية انك تكون صانع سلام ده شيء مهمة اوي ويا ريت كل واحد فينا يكون يومه بيبتدي بقرار انا النهاردة هكون صانع سلام انا النهاردة هكون صانع سلام في مجال بيتك في مكان شغنك في مكان دراستك في الشارع اللي انت ساكن فيه مع جيرانك في كل مكان بتروح قرار انا صانع سلام انا صانع سلام افتكروا ان المسيح قال توبة لصانعي السلام ليهم اجرهم وليهم بركتهم وليهم المعونة الالهية اللي ربنا بيدها خليك صانع سلام طيب ليه ما بنكونش صناع سلام تعالوا كده ناخد ايه صانع السلام يفعل كذا او صانع السلام لا يفعل كذا اول حاجة ايجابية نعرفها كده في صانع السلام ان صانع السلام يحتمل صانع السلام يحتمل من دمن طاقته ومن دمن البركة اللي فيه ربنا بيدها له انه يعرف يحتمل اما مهيج الخصومات يبقى عامل زي الكباية المليانة اللي اي نقطة صغيرة بتروح مفوراها وتروح دلق البر اما صانع السلام عنده قدرة على الاحتمال وخلي بالكم ان الاحتمال ده قدرة الانسان لما يطلبها من ربنا يدهاله تقول لي يا ابونا بس يعني احنا سعدهم محتاجين يتكلم وماله تكلم بس يتكلم صح محتاجين عبر عن رأينا نقول لكم ماله عبر عن رأيك بس عبر عن رأيك صح من غير ما تصنع مشاكل من غير ما تهيك خصومات من غير ما تهين اللي حواليك من غير ما تقلل من قرأهم من غير ما تنشف دماغك شفتوا احنا كده قلنا كذا حاجة كل دي موجودة فين في الاحتمال الاحتمال معناه ان انت احتمل اللي حواليك يقول لك اما نحن الاقوياء علينا ايه ان نحتمل ضعفة ضعفة فالانسان القوي اللي بيحتمل مش الانسان القوي اللي صوته عالي ويتخانق كلنا ممكن نعلي صوتنا وكلنا ممكن نتخانق وكلنا ممكن نعاند مرة الحقيقة واحد دخل معايا كده في مشكلة فعلى صوته واتكلم جامد اوي فقلت له واتكلم بالراحة من فضلك انت تفتكر ان انا معرفش علي صوتي انت تفتكر ان انا معرفش ان انا زعق او ان انا علي صوتي على صوتك كلنا ممكن نعلي صوتنا كلنا ممكن نتخانق كلنا ممكن نعاند انما الانسان القوي هو اللي يحتمل الانسان القوي هو اللي يزبر ويهدي اللي حواليه ويتكلم بحكمة ويتعلم بعقل أما الإنسان اللي مش عارف يصنع سلام ده ما يعرفش يحتمل على طول مضغوط على طول عنده مشكلة أنه هو شايف نفسه قوي زي ما نتكلم بأسباب أنه احنا مش عارفين نصنع سلام وبالتالي يهيج الموضوع ويعلي صوته ويخاصم وياخد جنبه وما يرضاش يتكلم وما يرضاش ياخده يدي ليه ما تخليك صانع سلام ما تخليك صانع سلام صانع السلام يحتمل صانع السلام يحتمل واللي بيحتمل ده هو الأقوى واللي بيحتمل ده هو لربنا بيديه له طاقة صانع السلام لا ينقل كلام صانع السلام لا ينقل كلام مشكلة بنقع فيها كلنا اللي تهيج الخصومات وتعمل مشاكل كتير قوي الإنسان اللي يعود ينقل الكلام بدون حكمة وبدون وعي وبدون داعي وقد ايه ان نقل الكلام ده الحقيقة بيعمل خصومات خلي بالكم كلمة مهيج الخصومات دي كلمة صعبة قوي ده إنسان يصنع شر بدل ما يوفق اللي تناس مع بعض أو بدل ما يصالح الناس مع بعض أو بدل ما يكون الرسول سلام سواء هو مع غيره أو ناس مع بعضها مجرد انه يعد ينقل الكلام ده كلام صعب جد وده مش سلوكياتنا خالص وانا اسف لانا بقوله ده يمكن باكت باكت سيمة غالبة شفت فلان قال ايه شفت فلان عمل ايه وكلام ما ليه ننقل في كلام ننقل في كلام طب وهل ده يصنع سلام هل ده هو الدوري أنا كإنسان مسيحي في مجتمع بيتي أو في مجتمع عيلتي أو في مجتمع كنستي أو دايرة خدمتي إن أنا أنقل كلام أعري الناس قدام بعض حتى لو أنت بتتكلم كلام يقولك أنا بقوله الصدق الصدق مش في محله أو تقول أنا أنا بقول كلام غلط مش في محله مش في محله وانت لما تنقل كلام ده قال عن ده وانت بتعلن ضعف هذا الشخص لضعف هذا الشخص تبقى بتهيج خصومات ما بتصنعش سلام ساعات نقول كلام ما يصحش نقوله مش من دايرتنا أو مش من حدودنا أو مش من حقنا إن إحنا نقوله عارفين حكاية في البستان جميلة قوي يعني اتنين كده وقعوا في ضعف جيه راهب كان متوحد بعيد كده وعجز في السن وبعدين راح جيه قال أنا عجزت محتاج أقعد في الدير فراح كده هو للولد الراهب الصغير زي ما تقوله ربطت الدير أو يعني اللي هو مسؤول أنه ينظم الأمور فراح للولد الراهب الصغير قال له يا أبي أنا الحقيقة كبرت في السن ومحتاج أجي أسكن في الدير فيستأذن لي من أبونا يعني الأب الكبير في الدير أشوف قال لها يا صغيرة أقعد فيها فالأب الصغير ده راح لأبونا الكبير وقال له يعني أبونا فلان جيه كذا كذا فالأب يظهر كان مشغول أو حاجة قال له ده هدير على إحنا على قدنا وما فيش حاجة مكان للكل طب هنجيب له أجيب له يا منين ما يخليه الله يقال له بتاعته موطول عمره في الوحدة لحسن يجي ما نبسطش معانا لحسن يجي يتدايق معانا فالأبونا الراهب قال له يا أبونا طب نشوف له حاجة قال له طب بص فيه الله كده بعيد أعالوا فيها كده وإيه وفالابن الصغير راهب الصغير قال هروح أقول لأبونا الشيخ الكلام ده وكسف كده فراح قال له أبونا يعني مبسوط قوي وانتهت بريكنا في الدير فقال انت يمكن لما تاخد القلاية البعيدة دي عشان انت تاخد على الوحدة تنبسط بيقال له أي قلاية يا أبي وفراح ايه قاعد في القلاية بعد شو قال له أنا محتاج كذا يروح ده فأبونا يقول له نجيب له منين اديره على قده وطب اديره أي حاجة شوف له انت فأبونا الصغير ده بقى رسول سلام بقى من هنا كلمة حلمة ومن هنا كلمة حلوة من هنا كلمة حلوة لغاية ما ايه الأب الشيخ اللي كان جاي من بره قال أنا لازم اروح يعني قدي مطانيا لأبونا واشكره بنفسه على التعب اللي بتعبه معاين قاتري كان أبونا يعني مشغول عنه والرهب الصغير كان هو اللي كان عمال ينقل الكلام الحلو كده من تلقاء نفسه ونتيجة ان الأب الكبير راح قال أنا أخد بركة أبونا الماسك الدير وبيضرب له مطانيا التاني فاق كده وقال ايه ده ده أنا كنت مشغول عنه ده كان أنا المفروح أنا استقبله بنفسي أنا كان المفروح أخدمه أروح وأخدمه بنفسي فراح هو التاني وطا كان بسبب أن الأب الرهب الصغير كان بينقل الكلام بصورة إيجابية كان ينبقل الكلام بصورة محبة حتى لو كان الأب الكبير كان مشغول نتعلم من هنا بلاش تنقل الكلام صانع السلام لا ينقل الكلام صانع السلام كلام وكله محبة يقرب ما بين الناس لو ده شتم في ده ما يقولوش لو ده غلط في ده ما يروحش يقولو ده فلان قال ده فلان عملت ده فلان غلط يهيج الخصومات إنما يعمل ايه يكون رسول سلام ينقل الحاجة الإيجابية ولو حاجة سلبية يعذر يعذر ده وبيعذر ده أما صانع السلام فلا ينقل الكلام نخلي بالنا لأنه لما بتقعد تنقل الكلام كتير ما بين الإخوات ما بين الحبايب ما بين واحد كبير واحد صغير في مجال شغلك في مجال دراستك في مجال أسرتك وبيتك تهيج بزيادة ومحدش هيكون كذبان ويمكن الاتنين التانين يتصلحوا في يوم الأيام ولما يعرفوا إن انت كنت بتنقل الكلام يفقدوا الثقة فيك وتبقى فقط الناس نفسها صانع السلام لا ينقل الكلام يبقى قولنا أول حاجة صانع السلام الحقيقة بيحتمل نمرة اتنين صانع السلام لا ينقل الكلام حاجة كمان صانع السلام لا يلتفت لأخطاء الآخرين اللي هي بين كوسين كده هسميها الإدانة 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 شيء خطر جدا لدرجة إن ربنا يقول لنا كده لا تدينه لكي لا تدينه وكلنا عارفين القصة الشهيرة بتاعت الراهب اللي هو كان يعني ايه ايه يعني بيصلي وبيصوم وكل حاجة بس ما كانش مكتهد قوي كده زي بقيت الرهبان ففي يوم نيحت وكانوا شايفينه كده يعني في سلام وفراحة كبيرة فتلموا حواليه كده أولاده الصغيرين قالوا له يا أبي قولنا كلمة منفعة قولنا كلمة منفعة قال لهم أنا الحقيقة كنت متفق مع ربنا قلت له أنا مش عايز أودان في الدينونة عشان كده أنا هعيش بلا إدانة مش هادين حد من سحب وكان كل ده جهادي وكان كل ده حربي إن أنا لا أودين عشان ربنا قال لا تدينه لكي لا تدينه عشان تكون صانع سلام ابعد عينيك عن أخطاء الآخرين لأن أنت لما بتكون مركز قوي مع اللي حواليك عمرك ما هتكون صانع سلام غزبا عنك هتبقى من جواك مليان طاقت غضب فلان عمل وفلان قال له وفلان منت عينك مشغولة بالآخرين وبعدين بوليس يقول لك خلي بالك اللي بيدين ده يصنع نفس الأمور قول إيه أنت بلا عذر أيها الإنسان في كل ما تدين يعني أنت ملكش عذر أن أنت تفضل تدين لأنك في متدين تفعل تلك الأمور بعينها يعني بوليس كده في رسالة رومي الإصحاح الثاني في أول كام آية يحذرنا من خطيط الإدانة وطبعا دي إذا كنت بقول من شوية بقول نقل الكلام ده بقى حاجة كده سهلة برضو الإدانة سهلة والشيطان يحطها في مسميات كتير قوي يحطها في مسمى الغيرة يحطها في مسمى أنا أصدي أن أنا أصلح يحطها في مسمى أن أنت يعني في موقع قيادي لا موقع قيادي يصلح ما يدينش موقع قيادي الحقيقة ما يتحصرش في خطايا الناس بصورة شخصانية يعني في صورة شخصهم إنما يعالج الموضوع كموضوع يعالج الموضوع كموضوع صانع السلام لا يدين صانع السلام لا يدين ليه لا يدين؟ لأنه هو يبص على الموضوع كموضوع وعايز يصالح وعايز يصنع سلام نفسيا مع الآخر أو اتنين مع بعضهم أو هو مع الله لو انحصر في الإدانة عمره ما يكون صانع سلام كلمنا كده بسرعة قلنا صانع السلام دي حاجة مهمة قوي خليك صانع سلام زي مسيحك زي إلهك اوعد كون أنت اللي بتعمل الخصومات اوعد كون أنت سبب المشاكل اوعد كون أنت اللي بتقعد تهيج الناس على بعض ربنا هيبركلك ربنا هيديك طاقة ربنا هيديك احتمال لأن الاحتمال له أهم صفة وأهم طاقة للإنسان صانع السلام صانع السلام لا ينقل الكلام صانع السلام لا ينقل الكلام صانع السلام لا يقع في الإدانة ولا ينشغل بخطايا الآخرين عشان يكون صانع سلام هناخد فاصل ونكمل كلامنا مع بعض إزاي أكون صانع سلام أهلا بيكم وبنكمل كلامنا مع صانع السلام كون صانع سلام حاجة كمان عايزين نقولها في موضوع صانع السلام الحقيقة الإنسان صانع السلام دايما فرحان أكتر حاجة تفرح الإنسان أنه هو يكون في سلام مع نفسه ومع اللي حواليه وأكتر حاجة تخليه دايما قاعد مدايق وغطبان وفيران كده أنه هو متخاصم لأنه متخاصم مع الآخر دايما غالبا هيكون متخاصم مع نفسه وكمان متخاصم مع ربيه فهيجي السلام منين أو هيجي الفرح منين حتى لو يعني فرحان كده بأي حاجات حواليه بيتفسح بيعمل بس متخاصم مش هيكون مبسوط لكن لو في سلام وفي حاجة بسيطة يقول لك كده الكتاب زي ما يقول لك كسرة خبز مع سلامة خير من وليمة مع الأشرار تعالوا نشوف كمان صانع السلام بيعملي قلنا صانع السلام يحتمل قلنا صانع السلام لا ينقل الكلام صانع السلام لا يدين صانع السلام لا ينتقم لذاته صانع السلام لا ينتقم لذاته يعني ايه؟ عارفين كده حكاية جميلة قوي في كتاب المقدس بسفر سمويل الثاني لإصحاح 25 امرأة حكيمة جدا شهيرة في الكتاب المقدس بحكمتها وديبلوماسيتها كده اسمها أبي جايل أبي جايل دي امرأة حكيمة جدا كان داود أيام داود وداود ده زواجها في الآخر كان داود الحقيقة لما كان هربان من شاول وكان في حالة خصومة كبيرة كان في حالة خصومة كبيرة مع شاول مش من جهة دانيال إنما كان شاول بيطرده عشان عايز يموته وقصص كتيرة هنقول منها قصتين النهارة ودمن القصص إن كان داود قاعد باختصار شديد جدا وكانوا غلمانه بيحرسوا الغنم بتاعه وحد اسمه نابال فبعد ما نابال خلص الموسم بتاع قز الغنم كل الكلام داود داود قال له يا نابال بعت له كده رسالة ادي للغلمان دول أي حاجة أي حاجة من عندك هتوبقى بارك رح نابال طردهم وهزق داود وقال هو كل عبد هرب من سيده يبقى له كلمة مين داود داود وقال كلام صعب قوي في داود رحوا الولاد بتوع داود غلمان داود رح قال الكلمتين زي ما هم لداود رح داود قال باس نابال دا مش هيطلع عليه نهار قال كده وراح واخد السيف بتاعه واخد الغلمان يلا انتوا تعودوا هنا وإحنا هنروح هنهد كل أملاك نابال دا ومش هيطلع عليه نهار ولد كده من ولاد نابال رح جري بسرعة على امراض نابال اللي هي أبي جايل وقال لها الحقي نابال جوزك عمل عملة وقال 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 طب أبي جايل أنا ما كنتش أعرف أنا ما خدتش بالي راحت بسرعة قالت له جهز هدايا وأكل وا 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 وراحت أيمى بسرعة ونزلت قبل الداود في السكة أكتر كلمة اتقالت على أبي جايل إنها بادرت بادرت يعني هي اللي ذهبت صانع السلام بيوبادر المهم وراحت قالت لداود قالت له أنا ما أخدتش بالي واخد بس اقبل الهدايا دي وقالت له يا داود بمنتعل حكمة لما ربنا يصنع بيك الوعد لا تكون معثرة ما يبقاش الناس تعثر فيك يا داود ويقوله إن انت انتقمت لذاتك راح داود كده فاء لنفسه وقال آه يا أبي جايل انت كلامك صح صانع السلام لا ينتقم لذاته صانع السلام عنده ثقة في وصايا الله وعنده ثقة في عمل الله عشان كده بيتكلم وعشان كده بيعبر عن رأيه عشان كده الحقيقة هو بيصبر لعمل الله إنما ينتقم لنفسه لا ينتقم لنفسه لا صانع السلام لا ينتقم لذاته احنا ساعات فينا واحد ممكن يغلط في حقنا دا الراجل مع مراته او الابن مع ابوه او الاب مع ابنه او يعني علاقات يعني قريبة جدا مع بعض واحد يغلط في حق التاني يقول لك أنا مش هسكت أنا هوريله أنا هعرفه تامنه أنا هدفعه أنا 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 لا تنتقم لذاتك فين ثقتك في وعود ربنا فين ثقتك في قوة الوصية اللي تقول أنا لما هعمل الوصية ربنا هيراضيني مش عايزة أقول ربنا هيجيب حقك لأن ممكن يكون يعني حقك دا ربنا يعودك في حاجة تاني ممكن ربنا يكون نتيجة الموقف دا يكون بيفتح لك سكة جبيرة في حاجة تاني ممكن يكون ربنا يقول لك أصبر أصبر هو هيعرف غلطه إنما تفضل طول العمر عمال تدفعه التمن طب ما هو كل فعل رد فعل الخصومة بتزيد والعداوة بتزيد وده مش كلامنا ولا دي سلوكنا ولا ده روحنا أبدا ده مش كلام بتاعنا إنك تنتقم لذاتك ده باعتبار إن أنت اللي فهم صح يمكن أنت على فكرة تكون فهم غلط أحيان كتير الشيطان يخلي الإنسان يكبر الموضوع ورغم الموضوع يكون صغير وممكن ساعات الشيطان يخليك تتخيل حاجة الزنون فالزنون الكدابة وزنون الإنسان يقعد يكبر في الأمور ويعمل سيناريوهات في مخه ويكون اللي قدامه ده ما أخدش باله لكن حتى بافتراض إن اللي قدامك قاصد كلام ده لا تنتقم لذاتك صانع السلام لا ينتقم لذاته صانع السلام يحتمل لأنه هو قوي صانع السلام لا يلقى لك كلام صانع السلام لا يدين صانع السلام لا ينتقم لذاته حاجة كمان قلناها كده في وسط كلام عفتعة أبي جايل المبادرة صانع السلام دائما يبادر بالسلام صانع السلام دائما يبادر في السلام أكتر كلمة لما تقرؤها في حكاية أبي جايل في صامويل الثاني خمسة وعشرين ياريت كده نقرأها ونتعلم من أبي جايل بادرت فبادرت اتقالت يمكن ثلاثة أربع مرات في الإصحاح الخمسة وعشرين ليه؟ أول حاجة راح تقامت راح تبادرت تجيب هدايا تاني حاجة راح تبادرت تكلم داود راح تتر راح تبادرت وبعد كده داود لما كلمها قال لها لولا أن أنت بادرتي أنت اللي جيتي صانع السلام دائما هو اللي بيبدأ بالمبادرة يعني يكلم وياخد خطوة وممكن يقول أنا آسف أنا اللي غلطان ممكن يقول أنا اللي رغم هو ما كنتش غلطان أنا حل الموضوع طب حققوا علي أنتوا اللي اتنين دا صانع سلام peace maker كده يسموه يبادر يبادر يروح ويتكلم ويصنع حب ويقدم ويخفر ويسامح رغم أنه ممكن يكون هو المسائل طب دا مكافئته ايه يا سلام دا مكافئته جميلة عند ربنا دا هيصنع حلول كلها سلام الناس تحبه بزيادة ويمكن اللي قدامه يقول له لأ أنا اللي غلطان لأ حقق علي لأ أنا اللي آسف لأنه هو اللي جه مبادر بالكلام صانع السلام دائما يبادر عارفين ربنا يسوع المسيح كان دائما هو مبادر إلينا دايما هو اللي بيبادر تجسطه كان مبادرة صليبه كان مبادرة نحينا فده قولينا كان مبادرة إلينا بصه هو اللي راح ناحية سامريه هو اللي بص لزكة وقال له تعالى أنا هاجي في بيتك بصه كده حتى مع بطرس هو اللي ابتدى يتكلمه يقول له خلي بالك يا بطرس ولما بطرس غلط وقعد بادره قال له يا بطرس أتو حبني أنت تعلم يا رب أني بيحبك دايما المسيح رب المجد بيبادر ناحيتنا فبالأولى إحنا كصناع سلام إحنا كمان لازم نكون بناخد خطوة ناحية الآخرين بالمبادرة صانع السلام دايما يبادر نفتكر كده لا ينتقم لذاته ودايما هو اللي بياخد المبادرة الإيجابي حاجة كمان في صانع السلام دايما اسلوب كلامنا الحقيقة بيفرق قوي في الكلام عشان كده صانع السلام لا يلوم لا يلوم ولا يتهم صانع السلام دايما كلامه بيكون مملح عارفين كده الحقيقة بولس يقولها لنا كده في رسالة كولوسي يقوله ايه ليكون كلامكم مصلحا أو مملحا يعني مصلحا بملح يعني له طعم دايما أكتر كلام يهيج للخصومات كلام الملامة وكلام الاتهام ودا اللي بيخلي الناس تبعد عن بعض من حقك انك تقول ان في حاجة غلط حصلت بس تقولها ازاي وكلامك وألفاظك يعني الملامة الكتيرة انت عملت انت قلت انت كان قصدك انت 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 خلي القدامك ينفر منك تخلي قدامك ما يحبش تكلم معاك وعمرك ما هتصلح حتى كلام ده في التربية لما الأم تفضل تلوم تلوم جزها وتلوم عيالها انتو محدش بيعمل انتو انتو ولا خلاص مش عايزين نعمل مش هنعمل معاك يا حاجة الأم اللي دايما تلوم في البيت أو الاب العمال يلوم في البيت أو حتى الخادم اللي في الكنيسة ملامة 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 تخلي الناس تتدايق متباشر مش عايز تسمع صوتك انت حتى لو انت داخل كده معاهم وعايز تهزر هقولك ايوة هيسمعنا كلمتين باخين لان كلامك كله ملامة صانع السلام لا يلوم تقولي يا ابونا طب نحلها ازاي دي هقولك لو انت عايز تلوم حد خليك رقيق في عتابك أو خليك موضوعي مش شخصاني يعني بدلا ما تقول كل اللي انت عملته غلط تقول مثلا ايه انتوا عارفين لو كنا عملنا كذا كان يبقى الموضوع تحل اسرع او لو واحد عمل حاجة غلط قدامك تقوله اكيد كنت تعبين تعذر قبل ما تلوم ولما هتعذر هتلاقي اللي قدامك يفكر معاك لكن لو كلامك كله ملامة وكله اتهمات اي سلام هنصنعه اي سلام هنصنعه افتكروا ان كلام المسيح في بعض الاحيان كان جامد بس كان من هدفه انه يجيب الناس الوراه يعني حتى لما كان يقولهم انتم تشبهون قبور كان بيوصف نفوسهم من جوه بس ده رب المجد ومع ذلك لما نقرأ الآيات اللي قابليها واللي بعديها هتلاقي انه كان دفع الحب اما الملامة المستمرة والاتهام المستمر للام والأب معيالهم واحنا حتى جوه الكنيسة الملامة المستمرة لا تصنع سلاما ابدا كن صانع سلام قبل ما نروح الفاصل اراجع معاكو كده عشان انا نفسي ان احنا نكون يعني ربنا يرسل لينا كلمة قوية النهاردة ونكون صناع سلام كالهنا رب المجد يسوع اول حاجة قلنا صناع السلام ده مهمة اوي خلي بالكم احنا عايزين نكون رسل سلام للمسيح سفراء سلام احتمل لا تنقل الكلام صانع السلام لا ينقل الكلام صانع السلام لا يهتم بادانة الاخرين لما يهتم دائما هو يكون موضوعي صانع السلام لا ينتقم لذاته سيب ربنا يعمل في حياتك وتأكد ان يصبرك وتقول بالك يجيبو لك حقك ويحلو المشاكل صانع السلام دائما يبادر بالسلام هو اللي بيأخذ المبادرة تجاه الاخرين صانع السلام اخر حاجة قلناها اسلوبه رقيق اسلوبه فيه ترقف وفيه رقفة بعيدا عن الملامة وبعيدا عن الاتهام كن صانع سلامة كسيدك كن صانع سلامة كربنا يسوع المسيح ناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن صانع السلام اشتركوا في القناة 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 اهلا بكم بنكمل كلامنا عن صانع السلام هاخد معاكم بعض الاسئلة اللي جات لنا في موضوع صانع السلام فيه سؤال بيقول ابني عنده 40 سنة وعايز يتجوز لكن هو مش بيشتغل وانا رفض انه يتجوز عشان الشغل ومش عارفة اعمل معي طبعا اختلاف وجهات النظر دايما سبب مشاكل في موضوع السلام ده يعني السؤال دوت الفكرة مش فكرة تتجوز وما تتجوز لكن المشكلة هنا دايما بتقولني فيه وجهتين نظر فيه وجهتين نظر اللي اتنين ضد بعض ده اللي بيعمل دايما المشاكل عشان نكون صناع سلام نحل المشاكل فمشكلة زي كده ممكن نكتهد ان احنا ندور له على شغل ونكتهد ان احنا نخلي الناس تساعدنا ومن الجايز ان هو لما يتعرف على واحدة تقبل به بهذا الوضع الى حين ان هو يكون بيدور على شغل يمكن لما بنجد بعض الحلول الوسطى الحقيقة امور امور بتتحل واحدة بتقول انا مرة كنت زعلانة مع اختي فرحت اتصلت بيها راح تردد علي مش كويس ازاي اصنع سلام مع اختي الحقيقة الموضوع ده مهم قوي انا بستعجب ازاي ان احنا نكون عائلات مسيحية قطية وفيما بيننا خصومات بسبب احيانا كلام فارغ او بسبب اي حاجات مادية الموضوع ده بيبقى صعب قوي الحقيقة المفروض احنا المبادرة انا مبسوط من السؤال ده انك بدرتي ناحية اختك وكلمتيها انا رأي انك تكلميها تاني يمكنها لما كلمتك بطريقة مش كويسة انفعال ولما هتصفو مع بعض شوية هتقدر يتعب بيها كده بمحب انما انك تكوني في عدم سلام مع اختك عشان كان فيه مشكلة وعشان ردت عليكي برافو ان انت كلمتيها وماله ما تكلميها تاني وتكملته السؤال بتقول انها استشارت يعني الاب اعتراف قال لا طب خلاص ما تصليش بيها يمكن قصده ان هو نديها وقت لما تصفى تاني او نديها فترة لما تصفى وراجعي نفسك راجعي نفسك يمكن انت اللي اسي عليها او يمكن انت اللي كنت سبب في المشكلة كلمة انا اسفة بتريح كلمة انا غلطان بتحل مشاكل كتير قوي انما من السؤالين دول اننا تمسك بوجهة نظري طبعا ده لا يصنع سلاما او ان انا لأبادر ناحية الاخر او مراجعش نفسي برضو ده لا يصنع سلاما سؤال بيقول جوزي بيخبي علي ولو معاه فلوس جاله فلوس زيادة ومش بيقولي لو رايح فين وبرضو هل انا مش عاملة سلام في البيت في بعض الاحيان زي ما قلنا كده صنع السلام محتاج ان هو يكون دماغه ببيرة شوية ما يقفش على الحاجات الصغيرة وزي ما قلنا برضو ساعات الملامة او الاتهام تخلي الانسان ينفر من اللي قدامه راجعي اسلوبك معاه يمكن انتي بتحاولي تسيطري شوي او يمكن انتي عايزة عملت ايه لوحت فين جيت منين يعني اسئلة ورا بعضها كتير الكلام ده ساعات الرجالة ما يحبوش الكلام ده انما لو بطلت انتي اسئلة وتقولي له مثلا انا قلقت عليك لما تأخرت مبارح او تقولي له مثلا عندنا يعني لو جالك قرشين زيادة عايزين نجيبيهم حاجة للبيت او عايزين نجيبيهم حاجة للعيال ابقى قولي ادي له مساحة بطريقة كويسة باسلوب فيه احترام اسلوب فيه تقدير ما اعتقدش انه هو هيخبي عليك لكن لو انتي كبرت المشكلة وبيت كل يوم انت بتخبي علي انت ما قلت ليش انت ما عملتش انت هو طبعا هيتدايق من الاسلوب اللي فيه ضغط من الاسلوب اللي فيه سيطرة من الاسلوب اللي فيه اتهام الاسلوب اللي فيه دايما ملامة درجة انا ساعات يقولي يا ابونا انا صالحتها كذا مرة وهي لسه زعلانة ساعات الناس احنا اللي هما بنهيج الخصومات دي يكون حد جاء لك انا آسف وانت اللي مصمم عمال تنتقم لذاتك او مش قادر تنسى اللي حصل قبل كذا خليك خليك صانع سلام قلنا قلنا ازاي نكون صناع سلام وجيه كده قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا نفكر ونقول ايه سمر السلام ايه سمر السلام ايه سمر ان انت تكون لو مش بتنقل الكلام وبتحتمل ومش بتدين ومش بتكبر الامور مش سيء الظن اول حاجة تكون سمر سلام هي المحبة عارفين دايما السلام ده يجيب محبة على طول الرباطات ما بيننا كأسرة او ما بيننا في الخدمة او ما بيننا في الشغل او ما بيننا كجران السلام يجيب محبة يعني لو انت جيت على نفسك شوية عشان خاطر بيتك هتكسب محبتهم ويمكن على المدى الطويل توصل للي انت كنت بتتنازل عنه اول سمر للسلام هو المحبة يعني الانسان اللي بيكون يصنع سلاما بيكون دايرة كلها محبة لكل الناس اللي حواليه عكس الانسان الغضوب الانسان الغضوب صوته عالي يتنرفز ينتقم لنفسه مفيش حاجة مريحاه مفيش حاجة تبسطه متمسك دايما بقراء وحس ان هو صغير كل الكلام ده يخليه هو في عدم سلام مع نفسه في الاصل في ناس ما بتعرفش تنام عشان هي مش في سلام مع الاخرين بدليل ان هو لو كان في سلام هيبقى هو اولا بيجني سمر السلام اللي هي المحبة تاني سمر للسلام الحقيقة هو الراحة يقول لك يعطي لأحباءه نوما الانسان صانع السلام بيكون دايما مرتاح من جوه محدش متدايق منه محدش متخاصم منه لما بيصالح اتنين او بيصنع سلام مع اتنين الحقيقة هو بيرتاح ويعرف في نام مرتاح يبقى ضميره مرتاح ودي حاجة مهمة اوي يقول لك ايه تعلموا مني لاني وديع ومتواضع فتجدوا راحة لقلوبكم او لنفوسكم راحة النفوس دي وراحة القلوب الحقيقة مهمة اوي مسيح يقول لك تجدوا راحة لنفوسكم طب ما ده اللي احنا عايزينه يا رب احنا عايزين اكثر نكون احنا مرتاحين نكون في سلام ونكون في محبة فنكون في راحة اما الانسان اللي بهيج الخصومات يعني بيسموه كده السهم ترجع لك تاني تأكدوا كده يا احباك تأكدوا ان محدش فينا بيصنع سلام ويكون متضايق هيبقى مرتاح بالعكس ممكن يكون متضايق ان الناس متضايقة اما اللي بيرمي سهام وبيرمي اتهامات وبيرمي ملامة عمره ما يكون قمدا مرتاح عايز تجد راحة لنفسك خليك صانع سلام خليك كسيدك سمار السلام الراحة وسمار السلام المحبة سؤال تاني جاي كده بيقول ازاي اصنع سلام بين حد من افراد الاسرة مع حد من الجران الحقيقة احنا المشاكر ما بيننا كجران حد تبقى كترت شوية بسبب المنافع بسبب المنافع ودي من ضمن اسباب ان يبقاش فيه سلام او خصومات ان كل واحد بينظر انا ما لنفسه انا عايز المكان اللي اركن فيه انا عايز الحاجة الاحسن انا عايز المكان الافضل انا عايز وبلا شك طبعا هذا انا كلامي دا ويكونوا تفاكرين ان انا بتجاهل ان احنا بنحيا في وسط ناس شخصياتها صعبة احنا دايما بنلاقي شخصيات صعبة فيما حولنا في مجتمعاتنا في الاسرة او في الجران او في العمل او في الدراسة او في الكنيسة في شخصيات صعبة لكن زي ما قلنا في الاول احتمل قلنا لا تتقم لنفسك قل لي خل اسلوبك كويس دايما كل انسان له مدخل كل انسان له مدخل لو انت عايز توصل للمشكلة ما بين احد افراد الاسرة وما بين الجران بتوعكم اكيد في مدخل كده بسبب المنافع او بسبب حاول توصل لحل وسط فيما بينهم مهما كانت شخصيات صعبة الا دايما نصانع السلام الشاطر يعرف حلها معنا تليفون من عيات استاذ عيد اهلا بيك استاذ عيد مساء النور اهلا بيك اهلا بيك تحت امرك اهلا بنا لو انا مثلا في حد اسائلية وانا تديته فرصة للتسامح هو مش عايز دي نفس فرصة للسلام والتسامح والكلام ده كله ازاي انا هتعمل معايا كامل هقولك حاجة يا استاذ عيد اشكرك ان انت بدرت بالسلام اشكرك ان انت بدرت بالسلام في مراحل كده يعني من العلاقات يعني ايه مراحل من العلاقات في واحد حبيبي اوي باخد ودي وهزر واتكلم وروح وقاجي حصل مشكلة فانا بدرت من ناحيته زي ما استاذ عيد بيقول كده فهو ما تصفاش قوي شطرتك يا استاذ عيد ان انت اتعامل بحدود قليلة شوي بس اتعامل ما تقطعش التعامل مدام انت بدرت بالسلام وما لو لما تبادر تاني بس مع احتفاظ بان انت ايه ما تتعداش الحدود اللي هو حتى يعني سلام صباح الخير مساء الخير اهلا وسهلا مش بنفس الاهتمام اللي كان في الاول قبل الخصومة بس لازم نتعامل لان احنا لما بنقطع التعامل خالص حتى لو انت بدرت انا مش عايزكو حضراتكم تقولوا ايه ما انا كلمتو وهو ما ردش ما انا كلمتو وهو خليك صانع سلام السؤال مهم في ناس عارف بتفضل مخصمة كتير قوي وساعات الواحد بيبقى من الأبوة نفضل نسأل ونسأل ونسأل بس التاني مش عادة مش عايز يرد انت بتبقى عمالة اللي عليك بس خلي في تعاملاتك على مستوى الأسرة على التعاملات العامة خليك صانع سلام خليك برضو ايه انت اللي عندك النية الكويسة خليك يا أستاذ عيد بادر بس مش بنفس الدرجة اللي كنا قبل كده مدام هو حط حدود للتعامل ولو هو أفل معك خالص على الأقل انت ضميريا هتكون مرتاح وهتكون انت بدرت بالسلام لو هو جالك في أي يوم اقبل على طول خليك صانع سلام لو هو جالك في أي يوم اقبل اقبل على طول نرجع تاني ونقول سمار السلام قلنا المحبة قلنا الراحة أهم كمان سمار السلام الانسان صانع السلام بيكون في سلام مع الله درجة ان ربنا يقول كده ان كان لك شيئا عند أخيك يعني لو في حاجة ما بينك ما بين أخوك والحقيقة رايح تقدم قربان على المسبح لا استنى وروح صالح أخوك وتعالى كمل القربان اللي انت بتقدمه لي صانع السلام بيكون دايما في سلام مع الله بيكون دايما في سلام مع الله سمار السلام هي المحبة هي الراحة هي السلام مع الله أو الارتباط أو الموضوع بيكون مع الله الحقيقة الموضوع ده موضوع مهم قوي ومهما نتكلمنا فيه مش هنخلص منه لأنه موضوع حيوي جدا خليك صانع سلام الحقيقة عايزين نتعلم مع بعض ونقول صانع السلام دي حاجة مهمة معل زي ما قولنا كده الاعتبار أنه فيه شخصيات صعبة وطبعا صانع السلام يهمه أنه يكون هو فيه سلام مع الآخر حتى لو احنا مش عارفين نتطفق في تفاصيل عمل أو في تفاصيل خدمة أو في تفاصيل جوه الأسرة على الأقل لما نشوف بعض نسلم على بعض على الأقل لما نشوف بعض ما نبقاش متخصمين يا ما ناس حاول التبادر بس فيه ناس تانية هيا اللي متخصم بس انت من جواك بتكون انت مرتاح انت جواك سلام كلام عن السلام لا ينتهي لأن إلهنا هو ملك السلام وملك السلام يعطينا دائما القوة أن احنا نكون مبادرين بالسلام وأن احنا نكون دايما شطرين أن احنا نكون بنصنع جسور للسلام لكل من حولنا أما مهيج الخصومات ربنا الحقيقة يحمينها منهم وما نكونش احنا أبدا طرف في أن احنا بنهيج الخصومات أو بنصنع خصومات ربنا يعطينا نعمة وحكمة آخر حاجة أقولها لكم الصلاة الصلاة أجل كل المسيئين إليك بلس كأن نباركهم نصليلهم ونذكرهم في صلواتنا ونقول يا رب مد أنت جسور السلام ما بيننا وما بين الآخرين لكن أخيرا خليك صانع السلام خليك سفير سلام ربنا يحافظ علينا كلنا يملأ بيوتنا كنيسنا من السلام أن كل صلواتنا تطلب السلام لنا ولكل من حولنا ولكل بلدنا إلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر